تعزز قطاع النفط والمحروقات في الجزائر بقانون جديد أوجد كل التفاصيل المتعلقة بكيفية تسيير وتنظيم المناقصات وذلك عبر هيئتين رئيسيتين ولا هما هيئة النفط ومن مهامها الأساسية مسؤوليتها هي تعطي البنجان لكل المستثمرين يدخلوا في مناقصة دولية لكي يستغلوا ناحية للاستكشاف والإنتاج بالنسبة إلى الهيئة الثانية وهي هيئة ضبطية للمحروقات لايراش بالاسم الفرنسي هذه الهيئة تتبق كل القوانين تابعة لقوانين الفنية أو الصحة أو البيئية في الإطار المحروقات رفع الاحتكار عن السوق النفطية في الجزائر ساعد مجموعة سونطراك النفطية على دعوة الشركات النفطية الدولية للمشاركة في مناقصات الاستكشاف والتنقيب لقد كان صعبا جدا إشتراك كل هذه المجموعة النفطية العالمية وذلك بإقناعها بأهمية السوق الجزائرية وجعلها تقبل المخاضر المترتبة عن دخول المناقصات كاميرا سين بي سي عربية كان لها شرف معاينة فتح أضرفة إحدى المناقصات التي يؤكد المشاركون فيها احترافية التنظيم وشفافية العملية نحن جد مسرورون بطريقة التي تمت بها المناقصة لقد كانت الشفافية سيدة الموقف والتنظيم كان احترافيا كما نشكر حفوة الاستقبال بالفعل لقد كان كل شيء على ما يرام أنا جد مسرور بعودتي إلى الجزائر لقد قمنا باستثمارات قبل سنوات ليست بالبعيدة ونحن فخرون بحصولنا على قطعتين للاستغلال والعمل في الجزائر أعتقد أن الجزائر منطقة في طريقها للنمو مما يجعلها ذات سوق واعدة جدا ساعدت شفافية المناقصات على استقطاب رؤوس أموال شركات دولية ينتظر القطاع النفطي في الجزائر اكتشافها عبارا نفطية وحقولا غازية جديدة قبل نهاية هذه السنة شفافية المناقصات وارتفاع أسعار النفط تحفز المستثمرين الأجانب على دخول المناقصات مهما كان حجمها ليرفع ذلك الحد الأدنى لهذه المناقصات ويزيد الجزائر ربحية تضفي قيمتها المضافة على النمو الاقتصادي في باقي القطاعات الجزائرية ضعيفة الدخ عبد الحبيد بوعلاملة سيان بيسي عربية الجزاء